مباراة مهمة جدا لأنها مباراة مؤجلة وفي نفس الوقت إذا ما احنا عارفين يعني هي دي المباراة الخامسة بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا في حساباتنا ومؤجلة واعتبرات أخرى طبعا لترتيب وأداء نادي الإسماعيلي في الدوري ووجود على مقدمة الجدول وفي نفس الوقت احنا المؤجلات عندنا طبعا وضغط المباريات فكل ما بتتخطى مباراة بالتلاث مؤجلات بتبقى مهمة جدا إلى أن نصل نحن نعم كل مباراة وده الرسالة توجهت للعيبة والعيبة فهمها كويس جدا طبعا سر المباراة الشوت الأولاني كان فيه يعني تباين في الأداء ما بيننا وما بين الإسماعيلي وما كانش فيه سيطرة واضحة نتيجة مش هتكلم في التفصيل بردو عشان طبعا يعني مباراة من بعد كده عموما لكن نتيجة تعاملنا مع الضغط والتحضير اللي كان بيعمله الإسماعيلي بشكل خاطئ شوية ويمكن دلت ألف الشوت التاني على طريقة الضغط وطريقة تغيير منطقة الزوم بالنسبة لنا على أساس يبقى فيها الضغط بفرقة الإسماعيلي وفي نفس الوقت ما نسمح لهم مش بالتحضير ونبقى رهيبين من البوكس بتاع الإسماعيلي وده اللي حصل في الشوت التاني ويشوفنا طبعا يعني معظم الشوت التاني طبعا الأفضلية لينا والفرص لينا والحمد لله يمكن أصفر ده عن هدفين طبعا ويمكن في ظل أنا بقول المؤجلات دي والزروف دي كل مباراة بنا تخطاها تبقى مهمة جدا بالنسبة لنا لكن أكيد طبعا بيبقى سعيدة ما يبقى فيه برضو أداء الشوت التاني أنا سعيد بيه وبحيي اللعيبة على أداءها وتخطيها مباراة مهمة جدا لأن طبعا المنافسين برضو أو الموجودين في مقدمة الدوري وكل مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا لكن أكيد النقاط أما بتحصد معاهم نقاط أكيد بتبقى مهمة جدا في مشوارنا إن شاء الله تخطيها مهمة جدا بالنسبة لنفسي هل هناك حزر دفاعي في الشوت الأولاني؟ لا، لا يوجد حزر دفاعي، لكنه تعامل مع الفريق الذي أدامك بحالته يمكنني أن أقول الإسماعيلي في الشوت الأولاني كان يحضر بشكل جيد وإحنا كان انتشارنا ووجودنا في منطقة الزون ما كانش بشكل كويس عشان كده سمحنا الإسماعيلي أنه في الشوت الأولاني فيه أوقات كتير يبقى مستحوز ومعاد كورة وكان فيه محاولات هجومية من فرقة الإسماعيلي في الشوت الأولاني لكن تم التعديل ده بين الشوتين، وأنا موجود على الخط برضو كان فيه تعليمات بالتعديل لكن ما كانتش واصلة بشكل كويس، تقالب بين الشوتين وتعامل بشكل كويس وتحولت المباراة بشكل كبير جدا، الضغط الإسماعيلي في الشوت الثاني، فرصنا بقت أكثر بكتير أعتقد الإسماعيلي كان وجد صعوبة في الشوت الثاني أنه يعمل هجمات مؤسرة وفي نفس الوقت كان عندنا توفيق في الفرص اللي رحنا فيها مع أنه كان ممكن نتيجة المباراة تبقى نتيجة فرص كتيرة برضو فرصتين تانين مؤكدين جدا لكن الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط، والثلاث نقاط مهمين هشام فيه كاد مجام داوي، والدكتور داتي بأكد لي طبعا، مش من المنطق ان احنا هنقوله عطول لكن مبدعيا الدكتور خالد قال لي هي جزع طبعا بس ثقوية جزع لا 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 في الكاحل، في الكاحل احنا شوفنا طبعا عنده مقاومات وعنده سرعة وعنده ثقة في نفسه لكن يمكن هو طبعا الفترة اللي فاتت وارتباطنا الأفريقي ومخادش معنا فرص فمحتاج وقت شوية لكن انا بأكد لك طبعا عنده مواصفات وكدرات فردية مميزة جدا من ناحية مهرية والسرعة كمان يعني، وعنده الاستيست بيبقى عالي جدا ان شاء الله نقدر نستفيد به المرحلة الجاية ان شاء الله في المباراة كابتن، المباراة، المباراة كابتن، احنا نكلف المباراة انت بتصور وبتسأل المباراة بس